احتشد آلاف الأشخاص بصمت مع انتقال نعش الملكة إليزابيث الثانية من بالمورول إلى أديمبرا في رحلة تستمر ست ساعات الأحد عبر الأرياف الإسكتلندية في موكب مؤلف من سبع سيارات غادر النعش قاعة الحفلات في قصر بالمورول حيث توفيت الملك الخميس بعدما نقله إلى سيارة دفن الموتى ست من حراس الصيد في الدار الملكية وكانت تلك اللحظات الأخيرة في قصر بالمورول إحدى الأماكن الملكية المفضلة لدى إليزابيث الثانية حيث كانت تمضي جزءا من فصل الصيف